نستكمل قواعد التكامل في عندي قاعدة اللي هي رح تكون الفبراين الاكس هون عندي اي تربيع ناقص اف اوف اكس الكل تربيع تحت الجذر دي اكس هاي تكاملها رح يكون ساين انفرس اف الاكس على اي زائد زي طبعا الاي اللي هي كونستانت عدد ثابت ينتمي الار ناخد مثال المثال الاول مثلا واحد على واحد نقص اكس تربيع دي اكس هلأ لما بنقارن هذا السؤال مع القاعدة رح نلاحظ هون انه عندي الاي بتساوي واحد وعندي اف اوف اكس بتساوي اكس طبعا اشتقاق اف اوف اكس اف برايم الاكس بتساوي واحد اللي هي رح تكون البسط فمباشرة هلأ رح تكون على حسب القاعدة الجواب ساين انفرس اف اوف اكس اللي هي هاي على اي واحد زائد سي وبالمقابل اذا اشتقينا هذا الطرف رح نحصل على واحد على جذر الواحد نقص اكسترمي اي مثال مثال ثاني اتنين اكس على خمسة نقص اكس قوة اربع تحت الجذر كمان هون لو اجينا قارنة اه لو اجينا قارنة السؤال بالقاعدة رح نحصل انه رح تكون عبارة عن جذر الخمسة اف اوف اكس اللي هي رح تكون اكس تربيع بحيث انا اذا اشتقيتها رح تكون اتنين اكس اللي هي البسط يعني اف برايم الاكس اللي هي رح تكون البسطة هلأ الاكس تربيع اذا ربعتها رح تصير اكس قوة اربع وجذر الخمسة اذا ربعتها رح تصير كمان خمسة فبتكون عندي القاعدة الساين انفرس فرح تكون الاجابة كالتالي الساين انفرس اف اوف اكس اللي هي اكس تربيع على اي جذر الخمسة زائد سي كمان مثال اي قوة اكس تسعة ناقص اي قوة اتنين اكس تحت الجذر دي اكس لو قرناها بالقانون هو اف برايم ال اكس على اي تربيع ناقص اف اوف اكس رح نلاحظ التالي هلا اي قوة اتنين اكس اوكي القانون هون في تربيع اي قوة اتنين اكس رح تقابل اف اوف اكس لكل تربيع معناته اف اوف اكس رح تكون اي قوة اكس عشان لما اربحها احصل على اي قوة اكس لكل تربيع اللي هي اي قوة اتنين اكس هلا كمان عندي اي تربيع هي عبارة عن التسعة فالاي رح تكون عندي جذر التسعة رح اخد الموجب اللي هو ثلاث عشان اتأكد هلا من البسط لو اشتقيت اف برايم الاكس رح الاحظ انه اشتقتها اي قوة اكس اللي هي رح تكون اي قوة اكس اللي هي رح تكون البسط فاذا هلا القاعدة تمام بيجي عندي الجواب الجواب هون طبعا رح يكون ساين انفرس اف اف اكس على اي زائد سي وهون نفس الشي رح يكون اف ساين انفرس اف اف اكس اللي هي اتفقنا اي قوة اكس على اي اللي هي ثلاث زائد سي في قاعدة تانية بيكون الناتج للتكامل هو تان انفرس اللي هي رح تكون اف برايم الاكس وهون رح يكون عندي اي تربيع زائد اف اف اكس لكل تربيع دي اكس هلأ هاي اجابتها رح تكون واحد على اي تان انفرس اف اف اكس على اي زائد زي وطبعا الا كونستنت ثابت مثل واحد على واحد زائد اكس تربيع دي اكس على حسب القاعدة الا هاي رح تكون واحد وف اف اكس اللي هي رح تكون اكس اذا اجينا اشتقيناها رح نحصل على واحد اللي هو رح يكون البسط فمباشرة رح تكون تان انفرس اف اف اكس اللي هي الاكس على اي اللي هي واحد هلا لو اشتقينا هذا الطرف لو اشتقينا هذا الطرف رح نحصل على واحد على واحد زائد اكس تربيع مثال ثاني هلا هون رح تكون اي بتساوي جذر السبع اللي هو جذر العدد اللي موجود هون اف اف اكس اكس عشان لما اربحها احصل على اكس تربيع اذا اجينا اشتقيناها لازم نحصل على البسط فعلا حصلنا على البسط واحد واحد اذا هون القاعدة جاهزة رح تكون واحد على اي اللي هي جذر السبع تان انفرس اف اف اكس اللي هي اكس على جذر السبع زائد سي هلا عندي هذا المثال لو اجينا هلا بدنا نحل هذا المثال طبعا رح نيجي نقارنه بالتان انفرس بقاعدة التان انفرس ما رح يزبط معي على مثلا لو اجيت افكر انه البسط هو مشتقة المقام عشان احلو علن ما رح يزبط معي فبالتالي هون بدي اشوف شو قيمة ايه ايه رح تكون جذر العدد اللي هون والاقتران رح يكون جذر الاقتران اللي هون فاي قوة اربعة اكس الجذرها رح يكون ايه قوة اتنين اكس هلا ازا اجيت اشتقيت رح تكون المشتقة اتنين ايه قوة اتنين اكس فبينقص عندي اتنين اللي هي مش موجودة هون في البسط لانه القاعدة اللي هي لازم تكون اف براي من الاكس على ايه تربيع زائد اف اف اكس الكل تربيع دي اكس عشان يطلع الجواب تان انفرس وحون ممكن اني انا ايش اضرب باتنين واقسم على اتنين فبصير عندي السؤال كالتالي السؤال كمال مرة هلا بدي اضرب باتنين واقسم على اتنين هلا صار عندي البسط هو مشتقة مشتقة الاقتران هالي بس بدون التربية يعني مشتقة الاي قوة اتنين اكس بصير عندي سؤال هلأ النص بتنزل وهذا عبارة عن تان انفرس على حسب القاعدة فرح تكون واحد على ايه الاي قيمتها جذر الثلاث تان انفرس اف اف اكس على ايه زائد سي فهي اجابة السؤال اذا ما ننسى القاعدتين ذكركم فيهم كمان مرة الاولى اللي هي اف فبراي الاكس على ايه تربية ناقص اف اوف اكس الكل تربية تحت الجذر دي اكس هاي جوابها ساين انفرس اف اوف اكس على ايه زائد اذا بدك تثبتها وتأكد منها ممكن تشتق هذا الطرف رح تحصل على اللي ما داخل التكامل القاعدة التانية رح تكون اف برايم ال اكس وهون ايه تربية زائد اف اوف اكس الكل تربية دي اكس رح تكون واحد على ايه تان انفرس اف اوف اكس على ايه زائد